طبعا بالنسبة للشبكة فيها أخبار اللي هي الليلة الصباح طبعا الحاجة الأكيدة أنه العرض يشتغل الآن قبل خمسة رقائق فيه خبر من القضارف أنه الشبكة السوداني اشتغلت في القضارف إن شاء الله يكون الخبر صحيح 100% لأنه لو اشتغلت في القضارف معناتها تدريجيا حتوصل كل سودان حيشتغل شبكة سوداني أي فيه خبر بيقول أنه شبكة سوداني اشتغلت في القضارف كلام ده قبل خمسة رقائق أي من القضارف يقوله الشبكة اشتغلت الناس تطمئين أنه الشبكة ربضارة النافعة احتمال إحنا دارين نطمئين ودارين نعرف ودائرين ودائرين لكن احتمال ربنا راض الخير الآن الشغول غير مختلف فيه شغول مختلف جدا جدا العمل الآن ما لاقين يوصل المعلومة العمل الآن ما شغالين العمل الآن قاعدين محتارين في احتمال لي خير احنا نقول الحمد لله وشكر لله لكن نبشرك أنه الجيش ما واقف الجيش شغال الجيش متقدم الجيش متقلق الجيش ما شاء الله مسيطر الجيش مسيطر بقت حقتنا نحن زمانك مسيطرين مسيطرين وإحنا مسيطرين إحنا مسيطرين الآن ما في مسيطرين الآن في مبلولين الآن في مبلولين يعني بل 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 ما طبيعي أول حاجة جرارات اللي كانت ماشية الزرقى وانجغمت كمية بتاع الجرارات ومعها التأتشارات التأتشارات انجغمت والجرارات انجغمت الصور الطلعة تحت الجرارات اللي انجغمت كلها جاية من بره كمية بتاع السلاح زخيرة حاجات كلها انجغمت الآن الجيش صاحي الجيش واعي احنا ذاته بقينا والله اللي يمادي مطمئنين حتى المعلومة مرات لانه عرفنا انه الجيش الان واصل الجيش واصل وبهناك اللي واصل المواضع ماشا تخلص المواضع ماشا تتضبط الحلقات ماشا تتربط الارتكازات ماشا تنتشر الوضع كويس خاصة في امدرمان امدرمان بين يوم وليلة بتسمع الخبر اليقين وبإذن الله تعالى بعد ما تجي الشبكة بتسمع الاخبار الزين والاخبار الطيبة وبتعرف انه الجيش كان شغال في كل مكان ما وقف ما وقف ولا ارتاح ولا هدا ولا في حيب تخليه ارتاح لانه انتصار انتصار يعني ما في رجع لي وراء وما في حاجة بتخلي الناس ترجع وما في حاجة بتخلي الناس تجيف وما في حاجة بتخلي الناس تضعف او تقول والله يتعبنا الشبكة لا لا بالعكس والله احنا كل يوم بنزيد اصرار وكل يوم بنزيد عزيمة الدون الشير يا جماعة دون الشير الدون الشير كل يوم بنزيد اصرار وبنزيد عزيمة وكل يوم بنكون اقوى من الاول وامنع من الاول يعني ما عندهم الرجع لي وراء الناس تطمئن بالنسبة لي بحري في ناس ينشروا شائعات والله بحري جنجويز زادوا فيها كضب لا جنجويز زادوا لا ما عندهم حاجة أنا بقول لك ما عندهم حاجة ما تسمح كلام الكضب وتسمح كلام الطلس ما عندهم اي حاجة جنجويز لا بحري لا غير بحري ما عندهم نهاية ما عندهم حاجة تخليون انتشروا في بحري كلهم طلسوا كضب الآن ارتكازات الجنجويز عبارة عن القحاطة عبارة عن لجان المغاومة القحاطية عبارة عن الفاقدة التربة والفاقدة الاخلاقي الآن هما الارتكازات الجنجويز ما فيه عشان ما يقعدوا احنا كل مرة نطلع نمثل لك نقول لك كده غلط وكده صح وكده غلط جابوا ليه خبر انت شوف تابعينك فيديو عنه جنجويز في بحري اطلع قوله الله جنجويز في بحري ما اشوف تابعينك ما تتكلم اعرف انه الجيش مسيطر لانه الجيش ما بيطلع طوال يقول لك انا مسيطر لانه هم سيطر طبيعي القصة يا جماعة خلصانة الموضوع خلصان ما في حاجة ما في حاجة عشان نقعد نغشك ولا نكذب عليك ولا ننافق عليك ولا نطلص عليك مدني جو مدني الجيش شغال في فيديو بتاع السوق بتاع مدني جو شوف السوق ده كيف شوف القسم اللوسط بتاع مدني هرسوا شنو صاقعة هرسوا الجيش معناته في شغول الجيش شغال الجيش شغال لكن يا جماعة الشبكة في مناطق كثيرة مكتوعة يعني ما كل الاخبار اللي نجيب لك دي كل حقة الحط لا لا دي حقة المناطق المتوفرة في شبكة الممكن نقدر نتواصل معه حتى الفاشر قسما بالله العلي العظيم تواصلت معه قسما بالله العلي العظيم تواصلت معه الهجوم الحصل على الفاشر والله حاجة عادية عبارة عن حرامية جو داخلين قمضون ما في حاجة الناس تخاف ما في الجنجوي دال انتهو الجنجوي دال انتهو الجنجوي دال انتهو ما في حاجة سيمة كده خلاص جماعة شير شير جماعة مشاركات شير شير جماعة الجنجوي دال انتهو كملو كملو عديل ما في حاجة سيمة جنجوي أصله ما في حاجة سيما الآن ينجويد نهاية لحاطة بزوط شعالة الغرف قال لك والله جات رسالة من الفاكير للبرهان أنه حيعمل اهتباع بين البرهان الكلام ده ما فيه الكلام ده ما فيه كله ده طالس بسيط دارين يحرقوا لك بوزوا لك أحصابك دارينك يشتتوا لك تفكيرك يخلوك كده لا فيه كلام عن الحاجة لما نتطلع نحن قاعدين نقول لك ومنطلع نتكلم فيها ولا عندنا كبير إلا الله خلقنا لكن الكلام ده ما فيه لأنه الكلام واضح المبادرة الوحيدة المحترفة مبادرة جدة رسالتنا لغيادتنا عشان غيادتنا تعرف أننا نحن عارفين ومنتظرين نحن لما نقول تكون لنا حكومة بتاعت حرب نحن ما حبا في حكومة الحرب لكن حكومة الحرب اللي بتكونها بتكفي للاطماع بتاعت القحاطة لأن أنا لسي لما نبقر مشهد ليه برهان ده ما دار يكون حكومة حرب بفتش ما بلقى سبب ما بلقى عزرين سبب واحد احتمال ما في غيره لأن القحاطة ديل ما دارينه كوين حكومة لأنه لو كوين حكومة القحاطة بيزعله منه ده السبب الوحيد ده السبب الوحيد اللي بيخلي برهان ما يكون حكومة حرب أنت بتقول ليه نسق في البرهان حيمشي ليه قدام وبرهان ما تغير برهان بس خايف الآن هو مطاطل الريح بتاعت الشعب والمواجسة العسكرية برهان ما تغير ولا سنتيمتر ما تغير لكن الآن العاصف delveب أقوى منه العاصف بتاعت الشعب وبتاعت المواجسة العسكرية الآن لازم يطلع للرجح لكن لو دار يغنعنا بأنه برهان برهان عنده حاجات ممكن يغنعنا بها عنده حاجات ممكن تكفل الباب مما الشيطان الشيطان ثاني مبخش عنده حاجات ممكن تختصر الطريق عنده حاجات ممكن تخلى شعب السوداني ثاني ما فيه انتغات له برهان البنت غي ل bli كون زول حرى تساي عنده الحاجات عنده الحاجات وبالورقة والقلب ممكن اعمله لكن برهام ما بيقدر اتخذ قرار ليه برهام للأسف 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 الشخصيته ضعيفة وبعين للقحاطة خايف من القحاطة ما في عذور ما في حاجة اجيب من وين عشان ارضيك انت اجيب لك من وين اقول لك لا ما في دي ما سياسة حتى السياسة ما قدر طبق الصح حتى ما عنده حاجة للأسف دي الحقيقة للأسف الآن من سواكن انت ما عارف حاجة من سواكن عربات بتخش للمتمردين بتخش للحركات المسلحة بتخش لهم عربات وبيكبر وحركات بتكبر كل يوم تستلم عربات وفاكر برهان انه بالكلام ده خلاص هو دي انت بتجيب في مشكلة اكبر من المشكلة اللولة لانه مستحيل اناسق في من ناوي انا بقوله بالحق الدار يزعل يزعل والدار يطرشق يطرشق الدار يقول يقول لكن من ناوي كشخصا ما بسخفي من ناوي قبل شهرين ثلاثة كان مع دول بيقول مرة مع دول وبينفوهما المليان بيقولها انا زول زي ده فكر زي ده بسخفي وابا سخفي مرة مع دول ومرة مع دول انا سخفي كيف ده من اول يوم ما حكم عقله وما قادر يقيف مع الجيش وما وقف مع الجيش الا في الشهور اللي اخيه اكيف سخفي اسلم عاربات كيف ادي معسكرات يدرب في القضارف ودرب وين كيف في زول عاقل بيعمل الكلام ده والله ما فيه ما في زول عاقل بيعمل الكلام ده في زول بيخلي من ناوي يدرب ويزيد غوته انا عملت سمح شنو ده علمت شنو من حمدتي ما ده علمت حاجة هالتجربة بتاعت حمدتي بجاء عيدة به شخص تاني تجربة حمدتي عشان بجاء عيدة به فشل تاني انت بدل الآن يكون عندك الدولة بس جيش الدولة ويزول ده ده تدرب تحت جيش الدولة ويزول ده تدرب تحت المقامة الشعبية انت فتحت باب للحركات ودار انت تسلحون وتدون التات شرار ولو من المقامة الشعبية تطلب السلاح تقولوا ده خطر وده سلاح زو حدين وسمح الحركات كم حد ما نحن لو فهمنا كنا سكتنا ده ما في حاجة هنا جماعة في شغل متناغط في شغل بتاع ناس فهم ما طبيعي ما بتقدر تتكهم الناس دي بيعملوا كده ليه الناس دي لما المقامة الشعبية دي قامت قامت المقامة الشعبية وشافوا الشعب السوداني انطفض ما خافوا من أي حاجة إلا المقامة الشعبية شغولهم بيقى كله ضد المقامة الشعبية بيقوا برروا للمقامة الشعبية بيقوا يطلعوا يقولوا للمقامة الشعبية وبيقوا يتكلموا في سلاح المقامة الشعبية يا جماعة في عربات أتحدى أتحدى البرهان كباشي جهاز الفوق الغيب بتاع الآمنة الغيب بتاع برسودان المناوزاته أتحدى ما بدوكن عربات بدوكن عربات بدوكن سلاح بيقى ليه سلاح كونده شرعي ما شرعي طيب ليه بدوكن سلاح أنا ما شايف سبب طالما أنت السلاح بتاعليجان المقامة الشعبية السودان الدار دافع به عن عرضه وشرفه بناقيم فيه وبتتكلموا فيه طيب السلاح ناسم الناوي ده يكون شنو إحنا دارين نعرف إحنا دارين نعرف عشان نفهم ما فيه مفروض ناسم الناوي الآن ما تدون لي تاتشارات بتدون تاتشارات يا برهان لأنه الكلام ده قالوهم وانا عندي قالوهم قالوا انت موافق على الكلام ده موافق على أنه مناوي دوتا تاتشارات لي السبب شنو خلاص انتهت لنا من حميتي جاي تصنع علينا مناوي به هنا جاي تدمر به هنا طلعت ميتين به هنا جاي تطلع ميتين به هنا عشان كده بنقول ليجي هذا المخابرات مفروض سواكن دي يخد على يده لأنه الفوق ديل ما عندهم علاقة بالعقل والله العظيم وجلال الله ما بيفهمه اللول بيفكر مصلحته أكتر من وطنه الناس دي بتفكر لمصلحته اللي أنها تقعد في الكرسي أكتر من تفكر في أن السودان دي إحرق بإجازة سوات سواكن دي عبارة عن بقرة بتاعة فساد سواكن عبارة عن مافيا كمية بتاعة مافيا قاعدة جوا سواكن سواكن دي الشر سواكن دي الموت سواكن دي أي حية سيئة أنا بقول لكم الحقيقة أبرز ما تعمم ربي الخلقني سواكن دي يا هالموت ذاته ودي بتدخل أي حاجة ودي بتدخل لك الموت وبتدخل لك الشر وبتدخل لك أي حاجة سيئة عشان كده طوال يحب نتكلم في سواكن ما بنتكلم ساي أنا قصتي مع النايب منو أنا قصتي المرهان هو الممكن يعدل كلام العلط ده كله هو ممكن يغير كل شي ممكن يبدل ممكن يسوي ممكن يعمل اثبت شخصيته يا أخ يا أخو أخصب بالله يا أخو أنت ما في أنت النازل ما قاعدين يقولوا ليه أنت بتسمح كلام منو أسمح كلامنا لمرة واحدة أثبت شخصيتك الشخصية بتاعت الضابط بتاع الجيش أثبتها يا أخو البلد معروفة المناوي ما تدي تأتشارات ولا تخلي يفتح لهم عسكرات يدرب ولا مالك عقار يمشي هناك عندي تلاتة كتائب هو قال الجيش الشعبي قال دخلوا معاك تاني ما شا عمل لك كتائب جديدة يا أخدي دولة شنو لكن يا جماعة ما الناس بتكون بتدفع في تمن الآن ومفروض تكون واعية للتمن اللي بتدفع فيه انت بتدفع في تمن وجايك نفس أتمن حتدفعها كل تمن أسوأ من التمن التاني لا في ذل بتعلم ولا في ذل بفهم ولا في ذل دار يفهم الشغل اللي بعمل وفي ذا فوق ذا عبارة عن تاني دمار للسودان من جديد أنا شايف الناس بمالك عقار خايف من المغاومة الشعبية وبرهان خايف من المغاومة الشعبية وكل الحركات المسلحة خايفة من المغاومة الشعبية مجرد ما نهر النيل طلعت والسلحت وربطت الدوشكا مناوجة نهر النيل ما لك يا زول جايبي هنا هاي والله مناوجة عشان ارتكز وين فيش نوفي نهر النيل مرتكز امش ارتكز هناك في نيالة انت الحاكم بتاع دارفور انت ما حاكم نهر الني حاكم والله العظيم يعني اقعد اكضب عليك اقول لك يا سلام والله لفت بينك بارعة ونحن سودان واحد نحن سودان واحد لكن مكانك هناك ما هنا مكانك هناك ما هنا عفاتح لي معسكر في القضارف وزعلان عشان مصطفى تنبور جابه هناك معقولة وتجي نتقول لين احنا وان احنا ما واحد نهلا ما واحد انت زول جبان انت عندك احلك هناك شيد سلاحك ده مش محلة السلاح وين وسوق الكمبوي حقك اللي في بيدا ده محتاج لينك العمليات ده ما للاستعراض الان بيجندوا والدولة ساكتة فاتحهموا عسكرات والدولة ساكتة فبيدون عربات والدولة ساكتة وبعدين المواطنين يدفع نفس التمن لك التحية يا باسوين يا كلان جميل جدا نتمنى انه شبكة يرجع في كل الولاد يعني نسمع انه شبكة السودان رجع في القضار وده كلام طيب ونتسمعنا انه برضو قاد ورجع في في مرسودان وفي أطبرة يعني خدمة الأرضية رجعت ومؤسسات شغالة وده كلام قوي جدا والله قصة سيطرنا وسيطرنا الكثير ده الزمان اللي قاسبكت ما في لأنه زمان كان يعني كل وقت بطلب الفيديو الليل يمك ده مسيطرين كده وما تسمع الفنول لكن بعد تعالوا شوفوا السيطرة والبالد كيف زمان بخطط ومشتغل فيكم استنظاف لأنه ما جاء من خبر ففعلا في سور انتشر كمية كبيرة جدا من جرارات ماليان يعني ناس جائمين مامارو من أفريق الوسطى ولا طيارة جاء نزلون في سهراء مامارو الميمش حونا عطا ده كام ماشي في تجا زروب وزروب يجيش يتبنى انه يدمير مرة واحد لأنه يتعذر منه كثير اخوانا موضو ناس مستفى التنبور او منناو يجيش مأسكرات في القدارف كيف 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 منناو موضو ناس دارفور هناك ناس ماتو استعبادو مكتلو ودفنو احياء نائم قائز في الفاشر لما انجوا طلبوا منه فاشر التبادا قام طلب من الحجاة قلانا مامو حايت ولا مفاد موضو ودفن المستفى التنبور موضو ودفن موضو موضو ودفن هكومة سمح ربما لم يكن فتح مسكرا اذا كان فرين ون فتح موضو موضو لا نظر مقاومة شعبية فتح موضو ودفن ماهوه نخسر فقد يحسن لتقوليات الهركات هم تثبات يساعدوا لهم وإنكت تستيقظ في مكان لتحرر كم تثبت الشخص فقط تعجبه بشكل من البحب لتظهر أي شيء لنا دفهور بشكل من البحب ووية هذه الحكومة بمواسكرة هذه الكثير من مهم بها لن نقوله ماهوهو يؤدي وخطير جدا من كل حيث الحصول في مدنة يمكن أن يتقرر في السواجن لأن السواجن يكون منطقة منفذ بحري يتمنى أن يتعامل أكثر من أي مكان آخر